بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فهو شهر حصول التجلي هو الشهر الذي نزل فيه النور من النور على النور بواسطة النور إلى النور هو شهر رمضان الكريم هذا الشهر الذي هو هدية ربانية إلى أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدية دائما تكون بين طرفين مهدى إليه ومهدي وهي تعبر عن قيم الحب والبر والصلة والتقدير والإجلال والإكرام وما شابى هذه الفضائل تكون الهدية من المهدي بناء على طاقاته وقدراته وإمكاناته وما يحمله في نفسه من محبة وبر وصلة للمهدى إليه وتكون الهدية بالنسبة للمهدى إليه تعبيرا عن قيم الحب والود من المهدي إليه بها أول فعال من المهدى إليه تجاه هذه الهدية أنه يستقبلها بالفرح والسرور ثم إنه يكون متشوقا ومتشوفا إلى أن يقوم بفتح هذه الهدية التي غالبا سيجد فيها شيئا يحبه أو شيئا يفكر فيه وهذا يعود إلى ذكاء المهدي إليه بهذه الهدية كذلك الأمر شهر رمضان هدية لنا من الله عز وجل فعلينا أن نستقبل هذه الهدية ابتداء بالفرح والسرور ثم عليك أن تكون متشوقا ومتشوفا لفتح هذه الهدية لترى فيها من الذي تحبه لا سيما وأن الله عز وجل هو الذي أودع في هذا الزمان الشريف ما يحبه كل إنسان منا فلا نستقبل شهر رمضان استقبالا تعودنا عليه إجراءات روتينية لا بل عليك أن تستقبل هذا الزمان الشريف بهذه الجواهر والدرر التي أودعها ربنا فيه حين نسمع كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه حين نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن ثواب الصائمين حين نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن المغفرة الواقعة من الله عز وجل للصائمين في نهاي رمضان حين نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع هذا الدين الذي يكون بينك وبين الله أقصد الذنوب لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حين صعد المنبر كما نحفظ ارتقت درجة الأولى فقال أمين فلما ارتقت ثانية قال أمين فلما ارتقت ثالثة قال أمين وهنا تنبه الصحابة ما لك صنعت شيئا لم تصنعه قبل ذلك ويبدأ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أصحابه بأن سيدنا جبريل عليه السلام جاءه وبدأ يحدثه في كل درجة من هذه الدرجات قال له جبريل بعد من أدرك رمضان ولم يخفر له قل أمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمين إذن كون أن يؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على دعاء سيدنا جبريل وهو أحرص الناس على أمته صلى الله عليه وسلم إذن رسول الله يدرك حقيقة الغفران الذي أودعه ربنا سبحانه وتعالى في هذا الزمان الشريف إذن شهر رمضان هدية من الله لنا وعلينا أن لا نستقبل هذه الهدية بإجراءات اعتدنا عليها بل علينا أن نقبل على هذه الأدية وعلينا أن نكون متشوفين لها وعلينا أن ننال المغفرة والرضوان والعطايا التي أودعها ربنا سبحانه وتعالى في شهر رمضان العطاء الإلهي موجود واستعداد كل إنسان مننا لأن يغترف من هذا العطاء الإلهي أيضا موجود ولكن كل على قدر قرب قلبه من الله على قدر ما ينال من هذا العطاء الإلهي لو أننا مثلنا العطاء الإلهي بالنهر الجاري ومثلنا استعداد كل إنسان مننا لأن يغترف من هذا العطاء بالإناء أو بالكوب فعلى قدر ما كان الكوب صالحا ليس به يعني أي خلل تستطيع أن تغترف من هذا النهر لا يأتي إنسان ويضع كوبه أو إناءه في النهر ثم ينظر فيه فلا يجد فيه شيئا لا تقول إن المشكلة في النهر النهر يجري أمامي بل إن المشكلة هنا في هذا الإناء فليصلح كل إنسان مننا قلبه وعليه أن يقوم بتهيئة نفسه وإعدادها لهذا الزمان الشريف الذي أوضع الله فيه الكثير من الفضل والعطاء والنظر والتأييد والتوفيق والغفران والإكرام وغير ذلك كثير حتى نكون أهلا لهذا العطاء فاستقبلوا هذه الأيام الكريمة بأن تقوموا بإعداد أنفسكم لاستقبال عطاء الله عز وجل وللمغفرة والرضوان وللبر والصلة ولغير ذلك من القيم النبيلة المنيرة التي حث عليها الشرع الشريف نسأل الله سبحانه وتعالى اللهم يرب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء وصلى الله وسلم وبارك على سعيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه